قال رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي في كلمة من عدن وجهها لأبناء الشعب اليمني بمناسبة عيد الفطر المبارك قال إن القادم سيكون أفضل لمحافظة عدن ومنها لكل اليمن مؤكدا أن عدن ستحظى بكل الدعم وعلى كافة المستويات يا أبناء شعبنا اليمني العظيم أحييكم وأهنكم اليوم من العاصمة المؤقتة عدن ومعي كل قيادات الدولة ومؤسساتها عدن السلام والوئام العاصمة المؤقتة لكل اليمنيين والتي ستجد كل الدعم والاهتمام والرعاية على كل المستويات بدءا بالاستقرار والأمن والخدمات وصولا إلى التنمية والاستثمار لقد كانت عدن حاضرة كأولوية في زياراتنا للأشقاء وخصوصا إعادة تأهيل وتحسين الخدمات فيها وصيانة وتطوير البنية التحتية وتوفير الأمن الاستقرار وإننا نعيدكم بأن القادم سيكون أفضل لعدن ومنها لكل اليمن الكبير والعظيم وسنكون دائما إلى جانب أبناء شعبنا ومن على تراب أرضنا ووطننا الحبيب سنعمل معا ولن نحيد عن قواعد التوافق والشراكة والبناء في سبيل استعادة الدولة ويعادة مؤسساتها وإصلاح الخلل أينما كان ترجمة نانسي قنقر